اتكلمنا في واحدة من الفيديوهات عن ان انت تحاول تبتدي البزنس الخاص بي باقل التكريف الممكنة. المرة دي بقى هقول لكم باقل الجهد الممكن. ازاي? ان انت دلوقتي ما تحاولش تبني المدينة الفاضلة الخيالية اللي جوه دماغك اللي انت متخيل ان انا عشان خاطر ابتدي الكورسات بتاعتي لازم ان انا رقم واحد يبقى معي المناهج جاهزة ويبقى معي ان تحديد المستوى ويبقى مشتري كزا جديد ودافع الشركات زوم ودافع كزا وكزا وقعد اجمع تفاصيل ك كتيرة جدا جدا وفي الغالب الموضوع بيقلش منك في الاول. فالحل هنا ان انت تحاول تعلن عن الكورس رقم واحد اللي انت عارف ان انت محترف فيه وان انت هتعرف تدرسه وانت خلاص هتدرس مسلا من خلال زوم او اي برنامج بديل. وهتعلم عن الكورس تشوف والله في ناس جات لك ساعتها هتبتدي تعمل امتحان تحديد المستوى. انه يا قبل بسمة يعني انا هعمل امتحان تحديد المستوى واختر المراهج بعد ما علنا عن الكورس هقول لك اه احنا الاول بالتست هنشوف في عملة جيلنا ولا لا لان انت ممكن يكون يعني سوري محدش عارفك خالص انت عمرك ما نزلت فيديو على اليوتيوب عمرك ما اعلنت عن نفسك انت اول مرة اصلا تعمل صفحة على الفيسبوك لك عموما يعني فساعتها تيجي تقعد مسلا شهر ما اجل الخطوة ان انت تعلن عن الكورسات الخاصة بيك وتقعد اه تقول انا هعمل انت حان تحديد المستوى وهجيب المناهج وهروح اشتري المنهج ده لا المنهج ده وتقعد شهر اتنين تلاتة تقعد تتزبط للخطوة دي وبعد كده تعلن عن الكورس بتاعك محدش يجيلك يجيلك صدمة تقفل البزنس من قبل حتى ما يفتح فالاحسن هنا ان انت تبتدي بتاع لان الاول عن الكورسات تشوف والله في ناس جايلك ساعاتها تعمل ايه بقى ده سمارت موف هنا ان انت تقول لهم اوكي انا هبتدي معاكم ولكن بعد اسبوعين او بعد تلات اسابيع تقول لهم الجديدة هتفتح يوم كزا في خلال بقى الفترة دي تكون الناس حجزت معاك شفت بيجيلك تقوم ساعاتها بقى محضر بسرعة كل الحاجات اللي انت محتاج تحضرها عشان الكورس ده يوم بشكل فبالتالي يبقى انت كده ابتديت البزنس الخاص بك باقل التكاليف واقل المجهود كان معاكم في الفيديو ده قبل بسمة اشوفكم في الفيديو اللي جاي يومي اقعدوا بالعافية